بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل شرح Chapter 2 وبنعرض للوقت المشينينج فنقول ان عندنا في Turning Center are available in several styles تعالي نشوف ما هي الـ Styles عندنا 7 styles موجودين عندنا في الـ Turning Center اول نوع اللي هو الـ Universal Slanted سنعرض لكل نوع تفصيلا ونعرف الفروقات ما بينهم من بعض فلو جينا مثلا For example With the difference ليه سموا الأول نوع الأولى وما هو الفرق بينهما بين هناك مثلا Chakras No Tail Stock بعد كده عندنا 20 spindle horizontal عندنا Single spindle vertical و20 spindle vertical وبعدين عندنا المل تصارنا مشين هنعرف هل المل ترن دي نوع خاص ولا كل الأنواع السابقة اللي أنا تكلمت عليها دي من الممكن أن هي تكون مل ترن وبعدين رقم 6 اللي هو Gang Type وبعدين رقم 7 اللي هو Sliding Head Stock عايزين نقولي أن فيه ما هو الـ Common Factor أو العامل المشترك لكل الأنواع اللي تكلمنا عليها بيقولني In all cases دي عايزك بقى يتخضعها في اعتبارك ونهتم بيها جداً وهنشرحها تفصيلاً إن شاء الله في الإصلاد اللي قيل In all cases X will be diameter controlling axis و Z will be يبقى X هي عبارة عن اللي هي بتتحكم في الـ diameter في اتجاه الـ diameter يعني أنا يقولي If I'm going toward the axis of the workpiece if I'm going away from the axis of the workpiece أنا كل دا بشتغل على اتجاه الـ diameter يبقى X is the diameter control إذا لك سموك الـ diameter control axis الـ X أما Z فهي بيقولي will be the lens controlling axis فهيقولي Z If the Z going towards the truck or going away هنعرف الكلام دا بس اللي أنا عايزك تضعف رطبارك إن لابد إن إحنا في كل الأحوال وفي كل الأنواع اللي تكلمنا عليها السابقة دي هيكون عندنا إن المشين بتتحرك في two axes هما X axis و Z axis شكراً نراكم الله نراكم إن شاء الله في مخاطر أخر السلام عليكم ورحمة الله